في بعض الناس يقولك زهينة من الإخوان لا ما تزهاش من الإخوان لازم أتكلمك كل يوم على الإخوان دوري لازم أقولك بيعمله إيه هو لأنه هو اخطبه وهو عايزك كده هو يفضل ليه الساحة ليه هو بس مش عايز حد يقول هو بيعمل إيه فخلي بالك ولازم الإعلام مصلي يبقى دوره كده الرئيس كان بيتكلم على الإعلام يوم الخميس إنه فتر من فترات كان بعض الناس يقولك يا جماعة هو ما فيش غير الإخوان آه ما فيش غير الإخوان ما فيش أي تهديد للبلد إلا من الإخوان المجرمين طبعا ما فيش حد أبدا عنده حمل السلاح وقتل الناس والتدمير إلا الإخوان ما حدش عنده تاني ما احنا شفناها وجربناها فاحنا عارفين الخطورة عشان كده لما نفضل طول الوقت نتكلمك ما تزدقش لأنه دورنا لازم نقولك ولازم نوعيك ولازم نحذرك ولازم نقولك بيعمل إيه ضد البلد طول الوقت بيشتغلوا عليك إزاي هم مش عايزين على الساعة هو طول طيب حضرتك افتكر من 2013 لحد النهاردة هل في أي يوم أنا بقول لكم في أي يوم ما تكلموش عندي برنامج اتنين تلاتة عشرة هل في برنامج عندهم ما تكلمش عنه من 2013 لنهاردة أبدا ولا يوم ولا يوم طيب هل ده حاجة إيجابية أو لسلبية أنا بدافع عن بلدي أدافع عن بلدي كاتبنا الكبير أحمد رجب قالك تدافع عن بلدك وتتشتم خيره مليون مرة إنك تهاجم بلدك ويسقفولك صح هي دي دفع عن بلدك مهما كانت تمن الله الناس اللي دفع عن بلدنا وشهداء النهاردة أو منصابين إيه الموضوع يعني تبقى الآن وانت ليه ليه ما كلنا لازم نشيل مع البلد ولازم نشيل وفي ظهرها زي ما سأت رئيس قال يوم الخميس وقفوا في ظهر البلد كلنا لازم نبقى وقفين في ظهر البلد ضد مين ضد مجموعة من مرتزقة وإحنا وقفين مع بلدنا عشان إيه ضد المرتزقة دول كل واحد في دول مرتزق كل واحد في دول مرتزق كل واحد أنتوا اللي تقولوا أنا بسألكوا السؤال كل واحد في دول بيقبض طيب كل واحد في دول عايز فوضى في مصر ولا عايز البلد دي مستقرة أنت اللي تجاوب أنا بسألك السؤال كل واحد في دول عايز ده عايز البلد دي بكرة غرقانة عايز البلد دي بكرة متضمارة عايز البلد دي بكرة أيمة على بعضها عايز البلد دي بكرة مفيهاش حتة سليمة كل دول قدامك كل الخوانة دول فهمش واحد بيشتغل لمصر كل واحد فيهم بيشتغل لحساب جماعة إرهابية اسمها جماعة الإخوان ده يخلينا النهاردة يبقى مواقفنا كلنا يعني تلاقي في الإعلام المصري 3 أربعة أنا بقولك 3 أربعة مزيدوش عن 3 أربعة اللي هو ما وقفهم واضحة ومحددة تاني بقول واضحة ومحددة اللي هو ما عندهم رسالة محددة وواضحة في ناس قد ما يكونش فاهمين ملف الإخوان بتأذرهم ما اشتغلوهوش ما عندهمش خلفيات قديمة والملف ده مش محتاج حد يزاكره النهاردة لا لازم تبقى دارس الموضوع ده من بدري وعارفه من بدري وعارف عناصره من بدري وتفاصيله من بدري يعني مفعش حد النهاردة يطلع يشتغل في الإعلام ما عندهمش فكرة عن أخطر ما يواجه البلد جماعة الإخوان الإرهابية أي حاجة تانية بالمناسبة سهلة جدا ترجمة نانسي قنقر